طبيب شاب عرف عنه الصلاح والتقوى أثناء دخوله صباحا بوابة المستشفى التي يعمل بها رأى رجلا مسنا ضعيف النظر وبصحبتهم رأة عجوز مقعدة على كرسي متحرك وكان يبدو أنهما ينتظران أحد ولما أنهى عمله بعد المغرب تفاجأ بأنهما لا يزالان في نفس المكان وعلى وجوههما آثار القلق والخوف فاقترب منهما وعلم أنهما في انتظار ابنهما الذي ذهب ولم يعد ولسانهما لا يكف عن الدعاء له بالسلامة وأثناء وجود الطبيب بجوارهما توجه العجوز للكفاتيريا المجاورة فذهب الطبيب إليه كي يساعده فوجده يريد زجاجة ماء وصعق حينما علم أنه لا يمتلك أي تنقود فاستأذنه الطبيب كي يشتري له الماء فوافق على استحياء فاشترى لهما طعاما وزجاجات ماء كثيرة وقبل أن يغادرهم الطبيب أعطته السيدة المقعدة ورقة قالت أن فيها رقم ابنها وطلبت منه الاتصال به حتى تطمئن عليه وتعرف سبب تأخره أخذ الطبيب الورقة فلم يجد سوى خمسة أرقام فيها فقال للسيدة يا أمي للأسف هذا الرقم غير صحيح فانتفضت السيدة من مقعدها وقالت كيف هذا لقد أعطاني بني هذا الرقم وذلك الجوال كي أتصر عليه في حال غيابه أخذ الطبيب الجوال من يدها فإذا به هاتف قديم لا يوجد به شريحة ولا شحن فقال في نفسه حسبي الله ونعم الوكيل أيها الابن العاق وحتى لا يلحظان شيئا من تأثره قال لهما لقد هاتفته وكان جواله مغلقا زاد خوف السيدة القعيدة على فلدة كبدها وترقرقت الدموع في عينيها وهي تدعو الله أن لا يكون شيئا أصابه ظل الطبيب بجوارهما وكان الاب حين يرى أي سيارة سوداء يتهل الوجه كطفل صغير ويرقض نحوها وهو يقول لقد أتى ابني ولكن للأسف لم يكن ابنه من ضمن القادمين وعندما سأل الطبيب رجل الأمن الواقف على بوابة المستشفى عن ابنهما أخبره أن ابنه وزوجته أنزلوهما من السيارة الساعة التاسعة وأخبر المسؤولين بأن سيارة دار المسنين سوف تحطر بعد قليل لأخذهما فنزل الخبر على قلب الطبيب كالصاعقة وبعد تقائق جاءت سيارة دار المسنين لتحملهما وقبل أن تصل إلى الأبي وزوجته أخذهم الطبيب في سيارته وقرر رعايتهما هو وزوجته في بيتهما وأخبر الأبوان أن ابنهما سافر في رحلة عمل طارئة وسيغيب بعض الوقت وبعد شهر وأثناء وجود الطبيب في بيته فوجئ بشاب يبكي ويخبره بأنه الإبن العاق لأبويه وقال له الشيطان جعلني أوافق على طلب زوجتي وألقي بوالدي لدار المسنين وقد بحثت عنهما كثيرا حتى علمت من رجل الأمن بالمستشفى أنهما عندك أريد أن أراهما وأسجد تحت قدميهما ليسامحوني لقد خسرت كل شيء وامرضت زوجتي بعد عقوقي لهما وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ملعون من عق والديه شعر الطبيب بصدق كلام الإبن وصدق توبته فأخبره بأن والديه لا يعلمان شيئا عن دار المسنين وعليه أن يخبرهما بأنه عاد من رحلته لأخذهما لبيتهما وكم كانت سعادة الوالدين عند رؤية ابنهما وهو يقبلهما باكيا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْضُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم تقول إحدى الاختصاصيات السعوديات وردني ذات يوم بلاغان أحدهما من مكة والآخر من جدة بالعثور على طفلين لقيطين بجوار مسجدين واحد في جدة وآخر في مكة وكانت الأعداد بدار مكة قد تزايدت حتى عجزت عن الوفاء بخدماتها وفي الوقت نفسه يسر الله لأطفال دار جدة من الأسر الحاضنة ما يسمح لي بنقل أطفال مكة إلى جدة وهناك لاحظت أخصائية الجمعية شبها كبيرا بين الطفل القادم من مكة وأحد الأطفال الموجودين في دار جدة فعادت إلى تاريخ العثور عليهما فكان في نفس اليوم وكانت إسويرة الولادة ما زالت على قدم الطفل فبحثنا في المستشفى عن رقم الطفل فوجدنا أنه توأم لآخر وأمهما غادرت المستشفى مع زوجها فأخذنا صورة من الوثائق وعقد الزواج وعنوان الأم كونها غير سعودية ومن بلد عربي ثم طلبنا من المستشفى مطابقة بصمتي القدم مع بصمتي قدم الطفلين فكانت مفاجأة تطابقهما وأجرينا تحليل الـ DNA فكانت النتيجة متطابقة ثم بدأنا رحلة البحث عن الأم فوجدناها شابة مسكينة تسكن مع أمها القعيدة وهي وحيدتها وظهر لنا أن الأم زوجتها لرجل من نفس بلدهم يعمل في مكة لعدم وجود من يعيلهم فسألتها المشرفة ألم تنجبي؟ قالت بل أنجبت توأم من الذكور فسألتها أين هما؟ قالت أخذهما والدهما لختانهما ولم يعدهما وبحثت عن زوجي فلم أجده واكتشفت أنه أغلق هاتفه وغادر البلاد أخبرنا الأم بوجود طفليها عندنا وعندما حضرت لترى ولديها كانت ترتجف وهي تبكي وتصيح أولادي أولادي ويشهد الله أنه لم يبقى أحد في ذلك اليوم لم يبكي لبكائها والغريب أن الطفلين جلس في حضنها بكل استكانة وهدوء وبعد أن هدأت سألتها بالله عليك بماذا دعوت حتى حفظ الله لك ولديك وأعادهما إليك قالت عندما أخذهما أبوهما للختان قلت كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وبعد أن تأخر زوجي وأغلق هاتفه أيقنت أنه هرب بهما لبلادنا فكنت أبكي بين يدي الله بحرقة لم أبلغ السلطات ولم أفعل أي شيء كل حيلتي كانت في الصلاة والدعاء بهذه الكلمات يا جامع أم موسى بوليدها اجمعني بأولادي ولم أعلم أن هذا الأب الظالم ألقى بابني في المساجد في مدينتين متباعدتين قلت لها من يستعم بالله فإن الله لا يخذله لقد حفظهم الله لك بحفظه وأقر عينيك بهما لأنك توجهت إليه بقلب مخلص صادق الإيمان ثم غادرت الأم ذات العشرين عاما مستشفى بطفليها وهي غير مصدقة ما حدث ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا مرض شاب ثري والده من أشهر رجال الأعمال فجاء إلى قصره أكثر من طبيب ولم يتوصل أحد منهم لمعرفة سبب مرضه أو إيجاد علاج له وعندما اشتد عليه المرض ناد على والده وقال له إن سبب ما أنا فيه هو حب الكبير لفتاة فقيرة ولا أستطيع أن أحصل على موافقتها على الزواج به فقد علمت أنها تريد شابا ملتزما يتق الله وأنت تعرف أنني لا أداوم حتى على الصلاة حزن الأب كثيرا بعد سماعه لكلام ولده وفي نفس الوقت غضب غضبا شديدا من الفتاة ثم قال لابنه غدا ستأتيك راكعة وسوف تتزوجها في نفس اليوم أرسل الأب أحد رجاله لوالدي الفتاة وأعطى لهما مالا كثيرا فوافق على زواج ابنتهما دون رغبتها ثم استدعى مأذون المدينة ليعقد القران وسأله هل زواج ولدي بفتاة دون أخذ موافقتها يصح؟ قال المأذون بعد أن استلم مبلغا كبيرا يصح طالما وافق ولي أمرها وبعد قليل جاءت الفتاة وكان الشاب ينظر إليها بحب كبير فوجدها تنظر إلى السماء وتبتسم وعندما سألها الشاب عن سبب ابتسامتها رغم الحزن الواضح على وجهها قالت له كان يجب على والدي أن يرحم ابنتهما ولا يبيعاها مهما كان الثمن وكان يجب على المأذون أن ينطق بالحق ويخبرك بأن زواج الإكراه باطل وكان عليك أن ترفض مثل هذا الزواج لقد غر أبي وأمي طعام الدنيا فسلماني لك والمأذون طمع في مالك وخافك ولم يخف الله عز وجل وأنت أيها الشاب العاقل رأيت شفاءك في زواجك مني دون رغبتي ولكل هذا لا ملجأ لي غير ربي فرفعت رأسي إليه راضية بقضائه فقط أذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزه وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تأثر كل من بالقصر وبك الجميع بعد سماعهم لكلام الفتاة وقال الشاب لأبيه يا أبي خير لي أن أموت بمرضي من تدمير قلب فتاة طاهرة بريئة ثم سمح للفتاة بالمغادرة هي ووالديها بما أخذ من مال وطلب من أبيه أن يحضر له شيخا يقوم بتحفيظه القرآن ويذكره بأمور دينه وكيف يكون شابا تقيا وبعد عام واحد تغير حال الشاب تماما وأصبح يقيم الصلاة في أوقاتها ويصوم أكثر الأيام ويقوم الليل ويدعو الله في الثلث الأخير أن يقبل توبته ويثبته على ما هو عليه وعندما وجد نفسه أهل للفتاة ذهب مع والديه لخطبتها وكم كانت سعادة الفتاة وأسرتها بقدومه ووافقت على الزواج به وعاش في سعادة ورضا من الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والغيض والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر